ذا اللي كان أزعج الروس بشدة وبعدها مباشرة طالبوا شنغريحة بأن يأتي إلى موسكو لأن شفوه لما راح وتغيرت المعطيات بعد هذا الحديث لتبون للجزيرة عودة للملف اللي بيسر رحتم قبل السنة بأن طرابلس خط أحمر واستقبحتم قبل أيام رئيس الحكومة الوحدة الوطنية سيد تبيبة باختصار لو تلخصنا عندما قلتم بأن طرابلس خط أحمر يعني ماذا كنتم تقصدون كنا نقصد أن ما نقبلش باش تكون أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلوها المرتزقة كنا ندخلوا أنا ذاك ندخلوا عسكريا ندخلوا بصفة ولا أخرى ما نبقوش مكتوفي لأيتي ولما قلنا خط أحمر حقيقة كان خط أحمر وفهونا لعل وصلت الرسالة وصلت الرسالة ولم تحتل طرابلس وصلت الرسالة ولم تحتل طرابلس في الحقيقة أن الذي أنقذ طرابلس وهذا العالم أجمع مجمع لها سواء تكرههم أو تحبهم أو معهم أو ضدهم هذا حقائق هما الأتراك وإلى حد ما الأمريكيين يعني الأمريكيين اللي قالوا الأتراك روحوا في الموضوع هذا ما دار لهمش فيتو ما دار لهمش خط أحمر فالأتراك تحمسوا وراحوا وعن طريق درونز وعن طريق قوات خاصة تركية بالآلاف نزلت إلى ليبيا وردت الهجوم اللي كانت يقودوه المصريين والإماراتيين وجماعة فاغنر روسية واللي كانت تلقى دعم فرنسي بالمناسبة دعم فرنسي سعودي إلى آخره وهذا معروف لكن هنا تبون يظهر بطولات بأثر رجعي طبعا هنا كان يتكلم في أفريل إذا كان ذكرتي جيدة كان هذا اللقاء في أفريل مع الجزيرة وكان قبلها تقريبا بأشهر طويلة سقط المشروع احتلال طرابلوس اللي كان باش يحط حفتر زعيم لليبيا وكان هذا المشروع تقودو الإمارات والسعودية بدعم روسي فرنسي معروف مصري طبعا هذا الكلام أزعج بشدة الروس لأن بعدها مباشرة ليس بعد حوالي شهر طلب من شنغريحا أن يذهب إلى الروس طبعا اقتنموا فرصة كان هناك مؤتمر سماه مؤتمر الأمن الدولي إلى آخره ولكن في ذلك الوقت أنا كنت عرفت بعض المعلومات وكنت تكلمتكم عليها لتابع الفيديوهات سيجدها دعوني نشوفه نعود ونرجع للمقطع تاشينغريحا مفروض رأه جاني هنا لكن إذا تفضل المساعدة يعاودي يرسلولي يعاودي يرسلي إذا رأي يسمع فيه يعاودي يرسلي موجود عندي يعرف الظعف الدولي لقليمي تغيرات جيوسيا سياسية متعددة ترتب عنها بروس تحديات وتهديدات جديدة مسة الأمن والسلم في فضائنا لقليمي بالفعل ورغم احتواء والتقليم طيب عنوش يهمنا فيه فقط باش نعطيكم الواقع هذه كانت في جوان اعتقد أنها كانت في 24 جوان الماضي شنغريحا لما راح هناك الروس قالوا له هذا تبون وش راي يقول راه تهجم علينا وقال بأنه كان سيوقف وصول المرتزقة يقصد بهم فاغنر ودرك بسرعا وريلكمش كون هما هذو فاغنر بالنسبة لي ما يعرفوهمش قالوا له هل انتم وش كان شارب هذا السيد يعني نقولها لكم بطريقة كاريكاتيرال طريقة كاريكاتيرية وش كان شارب ولا وش كان ماكل سلاح اللي كان باش يوقف به فاغنر سلاح روسي ولا لا طبيعة الحال سلاح روسي سلاحنا أكثر من 80% روسي خاصة الأسلحة للطائرات الجوية كلها روسية تقريبا يعني إذا نحينا شوية أليكوبتر من إيطالية أو ألمانية الباقي كله روسي قالوا له بأي سلاح كان سيوقف يوقفنا يعني يوقف جماعتنا انتع فاغنر أنا متأكد أنا تابون يقول لهم مادي روسي أرى هو يقول برك لكن إذا نحينا الجانب الجانب النكتة النكتة السوداء من الموضوع الروس كانوا صارحين مع النظام الجزائري لا يمكنكم أن تعاونوا الغزاة الفرنسيين لمالي وإحنا أنتم معارك معارفين إحنا ندخلين معهم في معركة الروس دخلوا في معركة مع الفرنسيين في أفريقيا الوسطى لعاصمتها بانكي وطردوا الفرنسيين أفريقيا الوسطى هذه فيها 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 الأحجار الكريمة هذه والمعادن النفيسة بشكل كبير جدا سيطرت عليها روسيا الروس أيضا بالرغم من أنهم كانوا في تحالف تاكتيكي مع الفرنسيين ضد الأتراك إلا أنهم كانوا في هذا الصراع بأنهم هم يعني دفعوا الفرنسيين خلاهم في دور ثانوي في ليبيا وهذا أزعج كثير الفرنسيين ثم الروس دخلوا إلى أماكن أخرى لفرنسيين عندهم فيها نفوذ مدغشقر مثلا لفرنسا عندها فيها نفوذ دائم لأنها كانت مستعمرة مستعمرة فرنسا الآن الروس عندهم فيها نفوذ كبير غينية غينية هذه غينية بيساو اللي هي أيضا كان للفرنسيين فيها نفوذ الآن الروس هما مسيطرين عليها سيطرة كبيرة لأن هذه أيضا فيها المعادن وفيها الديامون وفيها الذهب وفيها حتى الأشياء النفيسة فبالنسبة للروس كانت رسالة مواضحة لشينغريحة ولمن معاه من أنه لا يمكنكم وخاصة أن السلاح سلاح روسي أن يكون الجيش الجزائري في خدمة الجيش الفرنسي في مالي قناعتي هو هذا اللي خلى الإنقلاف السياسة اللي كانت متابعة وبدل من أن يتم بالفعل إرسال الجيش الجزائري كان حتى الجزء اللي أرسل قناعتي أنه انسحب الآن ثم جاءت هذه الخصومات وين ماكرون وصل بلغ بهم لأنه همشي بالنسبة لماكرون في سنة الانتخابات أن يظهر للفرنسيين أن ابنائهم مومش يموتوا في الخارج وأن يعيد الجيش الفرنسي ولكن بدون أن يخسر المستعمرة بدون أن يخسر مالي لأنه إذا خسر مالي يعرف أنه لبعد مالي هي النيجر وهي بوركينافاسو وهي ممكن تشاد أيضا وممكن سينيغال أيضا وهذه كلها دول خاضعة للاستعمار الفرنسي غير المباشر كلها تحت النفوذ الفرنسي ولذلك هناك نقمة إفريقية اليوم ركم شفتوا الشباب البعض اللي تابع منكم الموضوع شفتوا الشباب الإفريقي وكيفاش كان ردوا على قبل أسبوعين لما كان هناك مؤتمر داروا ماكرون في باريس كان هناك كلمات قوية من بعض المشاركين الشباب الأفريق وقالوا كلام قوي لماكرون لأن هناك اليوم وكان ماكرون صرح ليه كثير من مرة قال باللي كان سنتيمون أنتي فرنسي في إفريقيا وقال أن اللي يرهي نشط في هذا السنتيمون هما الروس والأتراك إلى آخره إلى آخره في الحقيقة نعم الروس والأتراك عندهم مصالحهم على سبيل المثال على سبيل المثال فقط وقال أنه لا يرهي نشط في إفريقيا آخر أشياء شوف 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 الأتراك في ترك في إفريقيا أردوغان شوف الأسبوع الماضي أردوغان قضاها في تركيا في إفريقيا عفوا وزار عدة بلدان إفريقية وقع عشرات الاتفاقات ببلايين دولارات في إفريقيا هذا هذا مزعج جدا للفرنسيين مش فرنسيين فقط لكل لكل قوى الكبرى الأخرى لأن صراع القوى الكبرى طبعا أردوغان يقوم هنا للمسالح تركيا الوطنية قبل كل شي فهذا هذا غير مقبول من القوى التي كانت مسيطرة على إفريقيا خاصة خاصة فرنسا الروس أن يقومون بنفس الشي الصين طبعا أكثر بكثير من تركيا ومن روسيا في إفريقيا كل هذا يخلي أن فرنسا تفقد الكثير في إفريقيا وبقاتلها هذه الدول ماليين نيجر تشاد بوركينا فاسو موريطانيا السينيغالي الأخي 7-8 دول وطبعا بقيت لها المغرب الجزائر تونس وين النفوذ الفرنسي مازال موجود بشكل أو بآخر على درجات مختلفة في بلدان للثلاثة هذه هذا التغيير اللي حدث واللي هو يعتبر انقلاب استراتيجي في المنطقة خلى أن الغضب الفرنسي يكون قوي جدا من الجناح اللي قاد عملية التحالف مع الروس بدل التحالف مع الفرنسيين طبعا الفرنسيين عندهم ديليفي كما يقول لك عندهم أوراق كثيرة يقدروا يضغطوا بها على العصابة وأنا أتوقع أنهم إذا مشوا في قضية إلغاء التأشيرات على الجوازات الخاصة والجوازات الدبلوماسية ستكون ضربة شديدة اشتركوا في القناة